اشترك في قناة ريوش تيفي وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد اولا باول لن يكون الجوزاء ابدا من الاشخاص الذين يمكن التنبؤ بتصرفاتهم او خطواتهم المستقبلية لا على المدى القريب ولا على المدى البعيد ولكن مع ذلك فان الوقوع في حبهم والارتباط بهم سيكون تجربة رائعة ان تكون مع احد الجوزائيين يعني ان تنموا كل يوم لتصبح انسانا اكثر نبجا واخلاصا وصدقا وطعاطفا وحتى اكثر سعادة الجوزاء برج هوائي مما يعني ان هؤلاء الاشخاص الذين ينضوون تحت لوائه هم مفكرون رائعون ويعرفون ان كل شيء يبدأ بفكرة تعتبر مواعدة الجوزاء تجربة رائعة ولهذا السبب يعتقد الفلكيون انه يجب عليك الوقوع في حب واحد منهم هل شريكك الذي تحلم به هو شخصية تنتمي لبرج الجوزاء؟ اذا كان الامر كذلك فاتهانين لانه مع وجود مواطن من هذه العلامة في حياتك فلم تشعر بالملل مرة اخرى هؤلاء الناس مليئون بالسحر ويصح فيهم القول دون مبالغة ان مقاومتهم غير ممكنة على الاطلاق نعم تصرفاتهم المرحة ومظهرهم الجميل المذهل يجعلنا نقع في هواهم في كل مرة مع كل هذا يجدر بنا تنبيهك الى ان اغواء برج الجوزاء وجعله يقع في غرامك ليس بالامر السهل على الاطلاق لذلك يجب ان تدرس مواصفات هذا البرج جيدا ولحسن الحظ قمنا في قناة ريوش تيفي بنشر الكثير من الفيديوهات السابقة حول صفاته ومميزات مواليد هذا البرج وكشفنا كل الاسرار حول كيفية جذبه نحوك سوف تجد في الوصف اسفل الفيديو روابط لبعض هذه الفيديوهات وهي بالتأكيد سوف تمنحك كل المعلومات الضرورية حول ما يعجبهم وما يكرهون وكيف يمكنك اسعادهم قبل ان نواصل لا تنسى دعمنا بالاشتراك في القناة والضغط على زر الاعجاب ثم لا تنسى التعليقات اسفل الفيديو فهي ممتعة لنا جميعا والان دعنا لا نطيل عليك اكثر ونحاول الاجابة عن السؤال الاهم ما هي الاسرار الخمسة التي تدفعك للوقوع في عشق الجوزاء السر الاول الذي يدفعك للوقوع في حب برج الجوزاء انهم اذكية مواليد هذا البرج مفعمون بالحيوية اذكياء وفضليون بطبيعتهم مما يعني انك لن تشعر بالملل ابدا من محادثاتهم الثرية والمليئة بالمواضيع التي تبدأ ولا تنتهي السر الثاني الذي يدفعك للوقوع في حب برج الجوزاء لديهم هالة مذهلة هؤلاء الاشخاص يتمتعون بالمرونة الجسدية وهذه علامة على الشباب الذي يدوم طويلا سيكون لديهم الحماس والطاقة التي يتمتع بها المراهق حتى وهم في سن الخمسين السر الثالث الذي يدفعك للوقوع في حب برج الجوزاء حس الفكاهة لديهم ممتاز من العدل تماما ان نقول ان هؤلاء الاشخاص مرحون وخفيفوا الدم وهذا هو السبب في ان جانبهم الممتع سيبقيك دائما تضحك السر الرابع الذي يدفعك للبقوع في حب برج الجوزاء انهم قابلون للتكيف يتميز مواليد هذا البرج بالمرونة والاستعداد الدائم للانصاط الى افكار الاخرين ومناقشتها الجوزاء لا يعتبر عنيدا على الاطلاق بل انه سيسعى جاهدا لابتكار الحلول الوسطية بدلا من فرض رأيه الخاص او الاخذ برأي مخالف تماما السر الخامس الذي يدفعك للوقوع في حب برج الجوزاء انهم منظمون بشكل جيد للغاية ربما يكون الجوزاء هو البرج الاكثر تنظيما ضمن الدائرة الفلكية مواليده يتفوقون في تتبع الشؤون المالية للعائلة وادارة الانفاق لكن مع اي من الابراج الفلكية الاخرى ينسجم برج الجوزاء ويتوافق اكثر للاجابة عن هذا السؤال تابع معي بقية الفيديو سوف يتوافق الجوزاء دون شك مع اولئك الذين يحبون العيش على حافة الهاوية الذين لا يخذون الحياة على محمل الجد ويحرصون على خوض تجارب جديدة يزعم الفلكيون ان الجوزائيين ينجذبون الى مواليد هذه الابراج الخمسة وهي على التوالي برج الميزان برج الدلو برج الاسد برج الحمل برج القوس اكتب لي في التعليقات هل تنتمي انت او من تعرفهم لمواليد هذا البرج وما رأيك بالصفات والاسرار التي كشفناها لك في هذا الفيديو اذا كنت تريد الاستماع لاسرار برج اخر فتابع معنا حلقات هذه السلسلة حيث سنخصص حلقة لكل برج نكشف فيها اسرار عشقه والوقوع في حبه شكرا لك على المشاهدة والى اللقاء